تقوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم راشدية بمجهودة كبرى من أجل دعم النقل المدرسي لمواجهة مشكل بعد المؤسسات التعليمية وتبرز هذه المساهمة التي تتم بالتنصيق مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالراشدية من خلال تبني المبادرة للعديد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز النقل المدرسي والنهوض بتمدروس الأطفال لأسيما في العالم القروية النقل المدرسي ساهم بشكل كبير في محاربة الهدر المدرسي بطبيعة الحال إلى جانب لما تقوم به الإدارات التربوية في المؤسسات وخصوصا تمدروس الفتاة القروية حيث المؤسسات تضم تلاميذ يتنقلون يوميا حوالي 19 كم في الرحلة الوحيدة ولحظنا من خلال تتبع اليوم النسب الغياب والحضور للتلاميذ أن النقل المدرسي صراحة نقص بشكل كبير من الغياب للتلاميذ وساهمت المبادرة في إقليم رشيدية باقتناء 89 حافلة للنقل المدرسي التي بلغ عددها 136 حافلة تعمل على نقل تلاميذ العالم القروي إلى المؤسسات التعليمية التي يتبعون بها درستهم أنا مستفيدة من النقل المدرسي كانت نقل من قاصر سات إلى مؤسسة أي تعاصم التأهيلية الذي يبعد عني المؤسسات قريبا ب6 كيلومترات والحمد لله هالجربة ديالنقل المدرسي عاونتنا بزاف باش ما نقاطعش على الدراسة وتهدف هذه المبادرات إلى القضاء على مشكل بعد المؤسسات التعليمية عن سكن العديد من التلاميذ والتلميذات في العالم القروي وتقريب المسافة بين الإعداديات والثانويات والمدارس الابتدائية والدووير النائية وتحسين ظروف تنقل المستفيدين إلى هذه المؤسسات التعليمية ترجمة نانسي قنقر